في ناس بالمناسبة ممكن بيختلط عليها الأمر ما بين الدواء وما بين المكمل الغذائي فتغلل لهم إيه الناس لا أقول لأي حد بيختلط عليه الأمر ده ده أمر خلاص مفروغ منه الدواء لا بديل للأدوية ولا مكملات غذائية ولا فيتامينز ولا أعشاب ولا أي حاجة بديلة للدواء الدواء هو العلاج لكل الأمراض اللي في العالم الفايتامينز والمينرالز والمعادن هي داعمة لا تتعارض مع أي دواء عايزين نتعالج هنمشي على رشدة الدكتور ونقدر ندعم بالمكملات الغذائية الأمنة مش كمكملات الغذائية مش عارفين مصدرها لو رجعنا مثلا لألت مالتي بيت كمثال للمكملات الغذائية الأمنة أنت قلت قبل كده أكتر من مرة أن العلبة بيبقى فيها 30 حباية حباية واحدة في اليوم لو أنا بأخذتهم حبايتين ثلاثة من منطلق أننا أريد أن أدعم قوي الفايتامينز الموجودة في الجسم أنا أقول أننا نأخذ قلب مالتي بيت مش محتاجين نعمل تحليل فيتامينات اللي هيأخذ أورسين وثلاثة ده يسأل الدكتور بتاعه لو هو عنده عالي جدا في الفايتامينز والمينرالز الدكتور هو اللي يقوله لا أخذ حبايتين مثلا لمدة شهر بعدين رجع على حباية واحدة دي مش بتاعتي كاي زي كورس مكسفة ده وقت لما يبقى فيه بعد ما بيعمل تحليل ده رسالة الدكتور بقى مش رسالتي أنا رسالتي أنه هو آمن يتاخذ مرة واحدة في اليوم بالتركيز بتاعته المأولى عايز تركيز أعلى ده يسأل الدكتور هل هناك مرضى بأمراض معينة يفضل أو ينصح أنهم ما يخدوه كل الناس تقدر تاخدوه ممكن أقول لو أي حد عنده لا قدر الله تلايف في الكبد أو مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلا نقدر نستشير الطبيب بتاعنا لأنه هم طبيعي أي حاجة بياخدوه حتى الأكل الأكل العادي بيستشير الطبيب لكن هو آمن جدا 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 لكل الناس التاني طب بالمرة برضو دينا هل في أي أفكار مغلوطة أنت تعرضت لها قبل كده خدت بالك من أن الناس مش واخدة بالها قوي من شوية أمور ففرصة نعرفها لهم هي قصة الفرق بين الدواء والمكمل دي كانت مشكلة فعلا متكررة جدا فبحب لا أنا على طول بقول لا يا جماعة لازم تفهموا الفرق لازم تعرفوا أن الدواء هو العلاج المكملات الغذائية اسمه مكمل مكمل الأكل الفيتامينات اللي احنا ما نعرفش نخدها من الأكل هل في مشاكل بتؤدي إلى نقص الفيتامينات أكيد أكيد المشاكل وعايز أقول أي مشكلة ما نعديهاش يعني مثلا ممكن حد مثلا بيحصل كثرة تبول كتير جدا ويعدي الأكل الشراهة في الأكل العطش الزيادة ويعدي دي بتبقى عوامل خطر لازم أي حاجة غريبة ممكن تكون أعراض لأمراض لأعراض لمراض السكر مثلا فلازم نبقى صحة ما بتتعوضش فلازم أي عرض لو كمل معايا لا لازم أعرف أي الموضوع وطبعا بنصح كل الناس أن يعملوا تشيك أب دوري تحاليل الدم مرة كل ستة شهور تحاليل إنزيمات كبد كلا مهمة جدا السيدات بعد سن الأربعين لازم يعرفوا ويتعلموا حتى دكتور النساء يكشفوا على نفسهم لأن الكشف المبكر حياة الحقيقة فلازم طول الوقت أننا ما نسيبش نفسنا حاسة بعرض لأ بكرة بقى كويسة ممكن بكرة ما تبقيش كويسة فالصحة لا تعوض فده رسالة مهمة